إذن للوقوف عند تدعيات قصف القنصلية الإيرانية في دمشق والتي قتل فيها عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني وعدد من قادة الميليشيات الموالية لإيران ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبدالله سلمان أستاذ عبدالله مرحبا بكم يعني مقتل قائدين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني وخمسة مستشارين عسكريين باعتراف إيران نفسها طبعا الإعلام كما هو واضح يتحدث عن عدد من قادة الميليشيات الموالي لإيران أيضا قتلوا في هذا القصف ولكن السؤال الآن الذي يدور في وسائل الإعلام العربية وحتى الدولية هل سترد إيران على قتل قادتها أستاذ عبدالله تحية لحضرتك ولمشاهديك الحقيقة يعني هذا الحدث والهجوم جعل من إيران في موقف صعب جدا ومركب الصعوبة لأنه هذا يعني في كل المعايير الدبلوماسية والدولية أنه هذا يعني اعتداء صارخ على أراضي إيرانية كون الهجوم على قنصلية إيرانية وهذه تعتبر سيادة إيرانية فبالتالي الهجوم مباشر على السيادة الإيرانية هذا مما جعل وضع إيران في حالة من الحرج الكبير فإذا أرادت أن ترد فبأي صيغة تريد أن ترد هل تريد الرد المباشر هذا سيجعلها تدخل صراع مفتوح مع إسرائيل ومع أمريكا وهي تتجنب هذا السيناريو منذ سنوات عديدة حتى مقتل قاسم سليماني وكثير من الإجراءات والاعتداءات يعني والهجوم الذي قامت به أمريكا وإسرائيل على إيران لم ترد بهذا لأنه الآن الوضع صعب الآن اختبار باستراتيجية الردع الإيرانية لكن أستاذ عبد الله يعني إيران كانت تستهدف بأذرعها الموجودة في المنطقة الآن استهدفت القنصلية نفسها مباشرة نعم مباشرة هو هذا اختبار باستراتيجية الردع التي عملت على تسويقها داخليا وخارجيا وتهدد الإقليم وتهدد جيرانها بقوة الردع وتهدد إسرائيل كثيرا وتهدد أمريكا باستراتيجية الردع التي لديها الآن هذا هو الاختبار الحقيقي وهذا الموقف الصعب لديها فهل تريد أن تريد عن طريق أذرعها وهذا التعبير عن فشل وضعف لديها ويفقد الثقة بها بالمنطقة ويمكن أن تكون وإذا ردت بهذه الطريقة ستكون عرضة لهجومات أخرى قريبة أو في المدى المنظور داخل الإيراني بشكل مباشر لأنها لم ترد إلا عبر أذرعها وإذا ردت فستدخل حرب مفتوحة مع إسرائيل وأمريكا وهذا سيفقد الكثير مما عملت عليه منذ مجيء خميني إلى السلطة وخصوصا مكاسبها بعد احتلال العراق العشرين سنة ووجودها في الإقليم هذا كله سيتعرض للخطر فهي الآن تناور بهذا المجال ولما ذهبت إلى الأمم المتحدة تريد أن تكسب جانب دبلوماسي دولي إليها وتحاول أن تضغط على أمريكا لتنتزع بعض المصالح لها مقامل هذا الأدوان أو هذا الهجوم الإسرائيلي عليها وبالتالي هي في موقف صعف جدا ما بين الرد وعدم الرد وبالتالي على أغلب الظن أنها لا ترد لأنها في استراتيجيتها ليس هناك المواجهة المفتوحة مع إسرائيل وممكن أستاذ عبدالله ممكن أن ترد عبر أدرعها المتواجدة في المنطقة أستاذ عبدالله هذا يعتبر فشل لسياستها في الدفاع عن أمنها وعن كرامة مواطنيها لأن هذه الضربة ضربت ضد السيادة الإيرانية يعني ليس ضربة مثل قاسم سليماني أو قائد آخر كان أو حتى لهذا الاجتماع لو كان خارج دمشق أو خارج البناء الدبلوماسي كان يكون الرد حتى عبر المبرر يعني عبر الأجنحة طيب أستاذ عبدالله كيف تتوقع أن يكون الرد عبر الأذرع الإيرانية؟ يعني كيف يكون الرد؟ كيف تتوقعه؟ يعني هو الرد يكون فقط عن طريق حزب الله يعني هذا الرد الوحيد المباشر الذي يكون على إسرائيل لأنه كل الأذرع الباقي هي بعيدة عن إسرائيل فبالتالي الرد الوحيد هو يكون ولكن اليوم أكد بلينكين أن هذه الجبهة أيضا وإيران وحزب الله وأمريكا وأسرائيل المتفقين على عدم تصعيدها أكثر من هذه التفاهمات اللي موجودة الآن مثل ضربة يعني كرة المنضدة أضرب وأنت تضرب وهذا التفاهمات اللي موجودة مسبقا أستاذ عبدالله نعم تفضل تفضل أكمل فبالتالي لا يوجد هناك يعني يعني إمكانية للرد أكثر من حزب الله في هذه المنطقة أو تصعيد من قبل يعني الحوثيين في اليمن تصعيد أكثر لكن هذا يبقى ينقص من هيبة إيران بشكل عام بالمنطقة وأيضا ستواجه سؤال مهم الداخل الإيراني سيسألها ما هذه البرامج الدفاعية وأين سياسة الردع وأين كرامة المواطن والوطن هذه كلها أسئلة ستواجه إيران وذلك هي محتارة في الإجابة عليها أستاذ عبدالله هناك مخاوف كردية من أن توجه إلى مدينة أربيل ضربة انتقامية من قبل إيران حيث أن هناك من وصف أن كردستان العراق أصبحت صيدا سهلا لإيران ما هو موقف الحكومة إذا ما تجرأت إيران وضربت مرة أخرى ومرات مدينة أربيل الكردستانية حقيقة كلمة تجرأة كبيرة لأن إيران تضرب أينما تريد فلا تحتاج إلى جرأة في هذا الموضوع خصوصا داخل عراق وفي المناطق العربية تضرب كما تريد لا تحتاج إلى جرأة ولكن موقف الحكومة دائما نعرف أن الثقل الأكبر هو لميليشيات إيران في الحكومة وهي التي تقود السلطة وهي تقود السياسة الداخلية والخارجية وبدأها الحرب والسلطة وهي التي تقرر هذا فبالتالي لا يمكن في أغلب في أبعد الحالات أن تصدر بيانا شجب لهذا العمل ولكن الآن لا توجد أهداف يعني إيرانية إلى منطقة يعني منطقة كردستان العراق يعني لا توجد هناك أهداف انتقامية لهذا الحدث يعني أبدا يعني بعيدة جدا أن يكون هناك استهدار حزب الله في العراق في بيان بعد مقتل قادة من الحرس الثوري الإيراني في هذا القصف وهذا الهجوم الميليشيات وهو حزب الله في العراق تعلن نيتها تسليح 12 ألف عنصر في الأردن هل ترى أن إيران وعبر وكلائها ربما تريد توسيع الصراع في المنطقة التفاهمات الأمريكية الإيرانية هي عدم التوسع في المواجهات أمريكا تريد وإسرائيل تريد أيضا أن تنهي قضية غزة بدون توسع المنطقة توسع رقعة العنف والمشاكل والحرب في المنطقة فلذلك هذه استراتيجية أمريكية التي اتفق بها مع إيران ولحد الآن إيران ليس بواردها أن توسع الحرب للأسباب التي ذكرناها سلفا فبالتالي أما توجه هذه كلها بيانات من أجل كسب ود الإيرانيين ولا كيف يعني يرسل 12 ألف إلى إلى الأردن هذا أمر يعني حقيقة يبي بالتصريع وليس سياسي ولا يعني يمت بالواقع بصلحة فلا لا هناك احتمال أن تقوم الأذرع الإيرانية العراقية في العراق أن تقوم بالرد نيابة عن إيران بهذا الحجم بهذه المشكلة قد يكون فقط حزب الله عبر اسكام من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبدالله سلمان شكرا جزيلا لكم